السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ السناء الرابعة متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ يسمين وإن شاء الله اليوم راح نشوفوا تقويم في مادة اللغاء الإنجليزية إذا نشخلنا تقويم هو عبارة عن موضوع نفس الشي فيه تاكس فيه كالسوء اتستغا يتحدث عن ما درسنا ولما تطرقنا في العام السابق مفهم باش الأستاذ علاش يديرو باش يحدد الموسى وتعتي الميد مفهم إدارة متمكن من المادة إدارة وضعف المادة إلى غير ذلك يلا هابنائي نشوفوا كالعادة نقرأوا باللغة الإنجليزية نترجموا إلى اللغة العربية ونبدأوا نحلوا كل كيستون بالجواب بتاعها يلا the text وش يقول dear children معندها أعزائي الأطفال I'm unhappy معندها أنا لست سعيد because the environment is in danger معندها الenvironment المحيط التعنوش به راهو في خطر my forests اللي هما الغابات are dying and burning معندها الغابات تاعية رهم يموتوا ويحترقوا so many animals can extinct معندها قديد من الحيوانات راح تنقارض in addition to this يعني هذا يرجح pollution becomes a major problem لأنه أصبحت التلوث يعني خطير جدا مفهم مشكلة خطير جدا for example مثال على ذلك you can see children dropping little everywhere معندها نشوفوا باللي الأطفال رم يرموا الحشك القمامة في كل مكان so water and land are getting polluted معندها راو يقول لي الماء واللاند اللي هي الأرض راهم يولوش بهم راهم يولو مسخن مفهم ولا ملوثين next cities become bigger and nicer معندها معندها المدن را يتصبح أكبر وأكبر يتدي مساحة أكبر وأكبر والضجيج إلى غري ذلك على حساب المساحة الزراعية because factories and transport pollute both air and water معندها راو يقول لي اللي احنا factories اللي هما المصانع transport اللي هما يعني السيارات الى غري ذلك وسائل النقل راه يوش دي اللي توسخ لي air اللي هو الهوى water اللي هو الماء and that's why people have health problems وحنا أولاد الناس عندها أمراض what should you do now وش لازم علينا ندير ودكها you should protect nature تحمي الطبيعة you shouldn't drop little and pollute water ما لازمش علينا نرمو النفايات ونوسخو الماء you should ursicle little معندها نعاود ندير وشنو يعادة تدوير المخلفات you shouldn't use plastic bags ما لازمش نستخدم الصاشيات you mustn't kill our hand animals ما لازمش نقدول الحيوانات ولا نقتلهم because they are our friends اللي هما أصدقائنا الحيوانات listen اسمع earth is your home اللي هي الأرض هي المنزل تعنا so what will you do to make nature more beautiful and cleaner وش لازم عليك تدير بش ترجحها نقية وجميلة what will you do to help me please help ما فضلك ساعدني وش يجب عليك تدير بش تساعدني أبنائي نقرأوا السؤال ونحلوه مع بعض عندي part 1 reading comprehension activity 1 read the text then answer the following questions معندها عاود قرأ النص وجاوب على الأسئلة is the environment in danger هل صحيح المحيط تعنا في خطر yes it is نعم إنه كذلك والتي الميد يحب يكتبها قاع yes the environment is in danger معندها المحيط تعي في خطر who is unhappy شكون كان تعيس غير سعيد mother earth is unhappy unhappy هم فهم اللي هي أمنا الأرض هم فهم اللي هي كانت غير سعيدة يلا can may animals extinct extinct معندها هل الحيوانات تقدر تنقارض بفعل هادل هو شويسة yes they can يمكن هذلك معندها تقدر تنقارض ولا yes many animals can extinct اللي جبدناها من النص مفهم سواء هكذا نجاوبو إجابة كاملة ولا هكذا إجابة قصيرة كذلك صحيحة مفهم يلا activity 2 read the text then file the table with two causes and two solution of pollution معندها ويعطيني السبب وعطيني الحل ندي زوج فقط ميناء الأسباب اللي يتلوث وزوج حلول ميناء اللي لازم نلقاوها للأرض يلا بالنسبة للأسباب children dropping litter everywhere معندها الأطفال يرموا القمامة في كل مكان هادو من أسباب التلوث many animals can extinct معندها العديد من الحيوانات تقدروا شنو تموت ولا تنقل يلا ما هي الحلول تحت هذه المشاكل we shouldn't drop litter and pollute water إذن ما لازمش عليها نرمي القمامة ونوسخ مثلا ما إذن وشن هو الحل we should recycle letters معندها أني القمامة التاعي نعود لها إعادة دور two we mustn't kill our hand animals ما لازم عليها نقتل أو نأذي الحيوانات لفهم هدو ما الحلول يلا بالنسبة للسينونامز وش عندي kids اللي هما children الأطفال الأطفال save نحمي protect نحمي يلا opposites وش عندي less معندها العكس تحها more less أقل more أكثر smaller اللي هو صغير bigger اللي هي أكبر مفهم يلا ننتقل الآن mystery of language يلا activity one reorder معندها قاعد ترتيب عندي مثلا love kids they I because cute are كيفاش نرجحها I love kids because they are cute وحبوا القطط لأنها يعني لطيفة يلا الثانية ودايما نبدوها وشنو بوين يكون عندي majuskule معتها الحرف يكون كبير مفهم كيما الهنا مثلا نبدو هنا يعني دروها لكم بينوها لكم هنا ما دروها لكم مش مفهم يعني كل خطرة كيفاش الجملة الثانية عندي hunters اللي هو الصيادين kill animals الصيادين هم يقتلوا الحيوانات so they extinct معندها لذلك هي تنقارب مفهم يلا بالنسبة اللي بعده قالي اللي هنا عندي superlative form ولا comparative form هل أنا نقارن ولا نعطي الأفضلية comparative form اني نقارن superlative معندها احسن افضل مفهم يلا كل خطرة نشوف وش ندير nature is the countryside is وش نقول nicer than in city معندها اللي هنا ويقول لي الطبيعة وش بيها احسن من وشنو المدن يلا معندها هو سخون قال لي هو مناخ الصحراء هو سخون يعني أكثر أفضلية في الصيف مفهم يلا بالنسبة الأخيرة healthy food is better than unhealthy food معندها عندي اللي هنا الغذاء الصحي احسن شوفوا good ما توليش gooder وإنما تولي better معندها أفضل من الغذاء غير الصحي يلا أبنائي بالنسبة إلى النطق pronunciasso اللي هنا تبعوني يعني كين بزاف لي ما قرأوهاش هادي كي تكون عندي d z كيفاش نقرأوها وهادي z محدة ولا تشبه ثلاثة كيفاش نقرأوها يلا تبعوه في النطق لأنه تقريبا نفس الشي مثلا أنا عندي أقرأو danger danger و project شوفوا قرية في الز danger danger project نفس الشي لكن هنا television jn decision شوفتوا لأنه النطق مشي كيف كيف إذن television decision هادو كيف كيف danger project هادو قرية في الز و هادو jn اما بالنسبة للوضعية الإدماجية قال لي لازم علي أني نبعد يعني رسالة إني كيفاش نحافظ على الطبيعة الأم تعنا ولا البلانت تعنا إذن باستعمال should shouldn't يجب لا يجب must mustn't ونحط كل ما يجب علي إذن يلا هنشوفو dear mother earth عزيزتي الأرض الأم we are sorry for the damage we caused you معنى تارى نأم تسفين كثيرا على الأضرار اللي سببنا هالك and we promise to correct our mistakes ورح نوعدوك أنو نصلحوا الأخطاء تعنا we should make nature more beautiful and cleaner يجب علينا أن نرجعوا الطبيعة تعنا جميلة ونظيفة for example يلا نعطو أمثلة we must plant trees معنى نغرس الأشجار recycle plastic and we shouldn't drop litter and pollute water معنى يجب علي نغرس الأشجار أني مثلا القمامة تعي نعود لها إعادة التضوير لازم علي ما نرميش القمامة ما نوسخ الهوى والماء pollute water and air في الزوج and we should protect forests ونحمي الغابات our children ما فهم إذن هذه بالنسبة رسالة بعتوها مثلا الأطفال إلى الطبيعة الأم ولا البلانات تانا ما فهم إذن هذا كان بالنسبة قلنا للتقويم التشخيصي لهذه السنة ما فهم إذن أبناء إذا عندكم أي سؤال لا يسوف سأخلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أخر وقت ممكن وكما أقولكم كالعادة بتوفيق البلانات ترجمة نانسي قنقر شكرا